نتواجد الآن بمنطقة باب بنغشير المنطقة التي تعرضت يوم الأمس لوابل من صواريخ الجراد على منازل السكان في هذه المنطقة هذه المنطقة التي تحتوي على العمارات السكنية التي تشاهدونها من خلف تعرضت لدمار هائل على مستوى المنازل على مستوى سيارات المواطنين كذلك الأضرار البشرية حيث سقط عدد كبير من الضحايا في هذه المنطقة المأهولة بالسكان هذه العمارات التي تواجدت بها أيضا عدد من النازحين من مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة ترابلس كما تشاهدون ربما الأضرار أيضا لاحقت بمتلكات المواطنين السيارات كذلك الممتلكات والشقق السكنية في هذه المنطقة في الحقيقة دمار كبير تعرضت له منازل وشقق المواطنين وهناك أيضا نزوح آخر حدث في هذه المنطقة هذا المربع الذي سقطت فيه الصواريخ حاليا تعرض لنزوح كبير من المواطنين نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت بالعمارات السكنية ومنازل وشقق المواطنين كما تشاهدون أيضا الدمار يبدو واضحا وأثار الصواريخ العشوائية التي سقطت على منازل وشقق المواطنين في هذه المنطقة والتي كما ذكرت هي من المناطق المكتدة بالسكان والتي توجد فيها كتافة سكانية كبيرة وسط العاصمة ترابلس ترجمة نانسي قنقر